بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ اليوم بدرس ورد الربيع للصف العاشر نبدأ بالفقرة الأولى دار الفلك دورته وعاد سيرته فسارت في أعصاب الأرض هزة الحياة وتفجرت عرقها بالمياه وسألت قمم الجبال جداول وأنهارا واشتعلت الأرض أزهارا وأشجارا وقد سرحت بمكنونها وأبانت عن ضميرها فنبتت معاني الحياة والجمال في ألفاظ من الأوراق والنور المعاني نقصد بدار الفلك دورته وعاد سيرته هنا يتحدث عن حركة الأرض وتعاقب الفصول دار بمعنى تحرك سيرته عمله سرت مشت هزة حركة تفجرت تدفقت اشتعلت انتشرت صرحت اعترفت مكنونها ما تخفي وأبانت أظهرت الفكرة الرئيسة مظاهر تعاقب الفصول ودورة الحياة نجد الآن صورا فنية فسرت في أعصاب الأرض هزت الحياة شبه الأرض بكائن حي له أعصاب تفجرت عرقها بالمياه شبه الأنهار بكائن حي يتدفق الدم بعروقه كما تتدفق المياه بالأنهار صرحت بمكنونها سرحت بمكنونها شبه الأرض بإنسان يظهر ما بداخله إعراب أزهارا تميز منصوب علامة نصبه الفتحة هزة فاحا مرفوع علامة رفعه الضمى ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية باح الربيع بالأسرار البساتين وعطر النفس أنفاس الرياحين ونفخت أنفاس الربيع الحر الحياة في كل ذرة فأخرجت قيوها أعشابا وأزهارا فرقتها ألوانا وألفتها معانا المعاني باحة بمعنى أظهر الحر شديدة الاشتياق ذرة جزء قيوها مفردها قوة ونقصد هنا الطاقة أو طاقتها الفكرة الرئيسة وصف مظاهر عودة فصل الربيع أنفاس الربيع الحر هنا نجد صورة فنية شبه الربيع بإنسان يعود من غيبته مشطاقا باح الربيع شبه الربيع بإنسان يبوح ويعترف بالأسرار استخرجي من النص فاعلا مؤخرا أنفاس الرياحين وهي كلمة أنفاس نعتن الحر ونجد أن كلمة الحر أيضا اسما مقصورا اسما منقوصا معانا مفؤولا به النفس والحياة وأحشابا خبر المبتدأ ألوان ومعانا ننتقل إلى الفقرة الثالثة لم يبقى للأرض من سر تكاتمه إلا وقد أظهرته بعد إثاء أبدت طرائف شتى من زواهرها حمرا وصفرا وكل نبت غبرا أي مسرح للفكر أي مجال للخيان وأي مراد للطرف دنيا معاش للورى حتى إذا حل الربيع فإنما هي منظر المعاني تكاتمه تخفيه أبدت أظهرت طرائف عجائبة شتى كثيرة غبرا جدبا وقاحلة الوراء الخل الطرف النظر ومراد غاية الفكرة الرئيسة وصف مظاهر عودة فصل الربيع هنا نجد أيضا صورا فنية لم يبقى للأرض من سر تكاتمه شبه الأرض بإنسان يبوح بالأسرار أي مسرح للفكر شبه الربيع بمسرح يثير الخيان ويسهر النظر اهرب لم يبقى فعل مضارع المجزوم مع علامة جزمه حذف حرف العلة أبدت فعل الماضي المبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة فهنا أصلها أبدى زائد تأنيث الساكنة حدفت الألف لعدم التقاء الساكنين بين الألف الحرف الأصلي والتأنيث الساكنة شبتة نعت منصوب علامة نصبه الفتح المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر هي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ ترجمة نانسي قنقر